يتمد الرئيس الفرنسي مانويل ماكرو مرة أخرى من أجل مآربه الانتخابية فبعد التطول على الجزائر وتاريخها تستعد الجمعية الوطنية الفرنسية غدا الخميس لمناقشة قانون اعتذار من الحركة فالحركة بنظر ماكرو وعاء انتخابي معتبر يمثل مليون صوت ومن أجله وجب الإمعان في استفزاز مشاعر الجزائر حكومة وشعبا هي خطوة جديدة تأتي في الاتجاه المعاكس لما صار تهدئة العلاقات مع الجزائر السباق للرئاسيات والدجل السياسي لبعض المترشحين الفرنسيين أدى إلى جعل الجزائر مركز اهتمام كل من لديه رغبة في ربح بعض النقاط الشعبية في حملته الانتخابية خطوة باريس قد تزيد بحسب مراقبين من حدة الأزمة الديبلوماسية المتصاعدة التي غدتها تصريحات ماكرو والأخير المثيرة للجدل حول الأمة الجزائرية يعد بطبيعة الحال استفزاز جديد استفزاز آخر هدفه استقطاب الوعاء الانتخابي للحركة وأبنائهم أخشى أن جعل الجزائر كمتغير التعديل يعني لملء أوهام نيو كولونيالية واللعب على أوطار تاريخ استعماري فضيع جروحه لا زالت مفتوحة سيعاقد معادلة التسوية والتهدئة مع الجزائر لعب فرنسا على أوطار تاريخ استعماري فضيع سيعاقد بحسب مراقبين معادلة تسوية العلاقات الديبلوماسية الجزائرية الفرنسية ويقطع معها حبل الود وقد تكون باريس الخاسر الأكبر في ظل تزاحم دول كبرى في عقد شراكات استراتيجية مع الجزائر كان آخرها إيطاليا